اشتركوا في القناة حول العمليات الانتاجية والخدمات التي تقدمها مؤكدا الحرص الكبير على دعم القطاع الصناعي بما يسهم في رفض مسيرة البناء والتطوير في المملكة ومشيرا إلى مواصلة العمل على تنمية مسارات تطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين وأوضح سعادته بأن العديد من المشروعات تسعى لمواكبة استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026